قالت وسائل أعلام إيرانية نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 وقال إسلامي إن تلك الكاميرات مرتبطة بالاتفاق النووي وإنه إذا ما عادت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاتفاق فستعود طهران إلى تشغيل هذه الكاميرات التي تضمن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامج طهران النووي والتأكد من التزام طهران بسلميته وعدم انخيراتها في العمل على إنتاج أسلحة دمار شامل